السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية مرحبا بكم مرحبا بكم في درس الأسبوع العشرون من دروس مادة اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي عنوان نص القراءة عمر يشتري حلويات كان عمر يلعب في ساحة الحي مع أصدقائه الصغار كانت الكرة تتدرج بين أرجلهم وفجأة سمعوا صوت بائع الحلويات ينادي حلويات من العسل يا أولاد فجرى الأطفال نحوه اشترى عمر منه حلويات مكشوفة كان الذباب يحوم حولها فلما تناولها أحس بمغص شديد قال لأمه بطني يوجعني بشدة فاستدعت الطبيب ولما فحصه وصف له دواء وبقي في فراشه متغيبا عن دروسه فقد نصحه الطبيب بأن يجتنب المأكولات المكشوفة ويحافظ على صحته ومنذ ذلك اليوم لم ينس عمر نصيحة الطبيب الوقاية خير من العلاج شرح بعض الكلمات أحس شعر مكشوفة عارية مغص وجع أتواصل ألاحظ الصورة وأتحدث أين يقف عمر؟ عمر يقف أمام بائع الحلويات ولماذا؟ يريد عمر أن يشتري الحلويات هل سبق أن رأيت بائعا متجولا؟ نعم ماذا يبيع؟ هناك من يبيع الحلوى وهناك من يبيع الخضروات وهناك من يبيع الفواكه وهناك من يبيع السمك أقرأ أنطق الزباب الزباب منذ منذ أتلفظ بطني يوجعني بشدة بطني يوجعني بشدة أفهم أشرح أختار الشرح المناسب أحس هل هي لمس أم نظر أم شعر أحس هي شعر أحدد أحدد ما بمن؟ بمن؟ بلا إلى أين؟ في المكان المناسب يتوجه المريض يتوجه المريض بلا 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 زرته بلا زرته نعم بلا زرته يستعين الطبيب بلا بلا يستعين الطبيب إلى أين يستعين الطبيب؟ بمن يستعين الطبيب؟ نعم نعم بمن يستعين الطبيب؟ أركب أملأ الفراغ بما يناسب فوق قبل يوم أغسل يدي الأكل أغسل يدي فوق الأكل أغسل يدي يوم الأكل أغسل يدي قبل الأكل نعم أغسل يدي قبل الأكل سافرت الأحد سافرت فوق الأحد سافرت قبل الأحد سافرت يوم الأحد نعم سافرت يوم الأحد قفزت القطة قبل الطاولة قفزت القطة يوم الطاولة قفزت القطة فوق الطاولة نعم قفزت القطة فوق الطاولة أحول مثل فلاح فلاحان راية غايتان سلوى تسوق دراجة سلوى ولبنى دراجتين سلوى ولبنى تسوقان دراجتين البنات دراجات البنات يسقن دراجات أبني وأركب أرتب ما يلي لأكون فقلة تامة تقوي الجسم من الأمراض الرياضة وتقيه باستمرار ولذا أن نمارسها أن تمارسها عليك الرياضة تقوي الجسم وتقيه من الأمراض ولذا عليك أن تمارسها باستمرار شكرا على متابعتكم أصدقائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر